لن يعيق انسحاب معظم القوات الأمريكية من الصومال مهمة مكافحة حركة الشباب وتنظيم داعش هناك هذا ما يؤكده البنتاجون معلناً أن الولايات المتحدة ستواصل بعد الخامس عشر من يناير موعد سحب نحو سبعمائة عنصر من الصومال تنفيذ غارات جوية من كينيا وجيبوت المجاورتين هذه خطوة مهمة من قبل رئاسة ترامب وهناك بعض الانتقادات والتحذيرات بأنها تهدد الأمن في المنطقة ولكن بتأكيد هذه القوات سيعاد نشرها في أجزاء من إفريقيا وسيتم استخدامها عند الضرورة في عمليات مكافحة الإرهاب وخصوصاً محاربة القاعدة المخاوف من الفراغ الأمني وتداعياته على العملية السياسية في الصومال تنسحب أيضاً على أفغانستان والعراق حيث التزمت إدارة ترامب بتخفيض عدد القوات الأمريكية إلى 2500 في كل من البلدين بحلول الخامس عشر من يناير يبقى أن نرى ما إذا كانت الإدارة الجديدة ستطبق التخفيض المقترح لعدد القوات في العراق وأفغانستان بكامل ليس هناك دلالات واضحة لكيفية تعامل بايدن مع ذلك وفي الوقت نفسه هو لم يشر إلى أنه سيقرر عكس ذلك سيكون أساسياً الحفاظ على قوة عسكرية ما في البلدين ولم يعلن الرئيس المنتخب جو بايدن حتى الآن استراتيجيته بشأن الشرق الأوسط وأفريقيا وأفغانستان وإن كان أعلن خلال حملته الانتخابية تأييده الحفاظ على قوات عسكرية صغيرة تكون مهمتها الأساسية تدريبة ومكافحة الإرهاب يقول القادة العسكريون في البنتاجون أن مصير القوات الأمريكية في العراق وأفغانستان والسومال يتوقف على إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن ومع هذا يؤكدون أنهم يتابعون تنفيذ قرارات الرئيس دونالد ترامب حتى انتهاء ولايته في العشرين من يناير الجاري من البنتاجون وفا إجباعي الحرة